في إطار التنسيق والتعاون بين برنامج مكافحة العنف والإدمان معا وإدارة المتابعة والتثقيث بالمركز الوطني للأمن السبراني تم إطلاق منهج توعوي للأمن السبراني وذلك وفق أحدث النظم التربوية والتعليمية للمرحلة الابتدائية من أجل حماية الطلاب من الاستقلال الإلكتروني في الوسائل التكنولوجية على شبكة الإنترنت انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية التي تنتهجها وزارة الداخلية وتحقيق الاستراتيجية التطوير والتحديث ومؤكبة روح العصر من حيث استخدام التقنيات والنظم الحديثة بشكل آمن تم إطلاق منهج توعوي أمني للأمن السبراني وفق أحدث النظم التربوية والتعليمية من أجل تحقيق أعلى مستويات الوعي للاستخدام الآمن للأنترنت وتعزيزه لدى الأطفال والنشء من خلال تقديم دروس تفاعلية تتناسب مع مختلف المراحل العمورية في المدارس بالتعاون بين برنامج مكافحة العنف والإدمان معا للتعزيز وإدارة المتابعة والتثقيف بالمركز الوطني للأمن السبراني منهج برنامج معا من المناهج التي تم تحديثه حسب الظواهر التي تهدد المجتمع وتأثر على سلامة الطالب ومن آخر التحديثات التي يسوينا للمنهج بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السبراني كتابنا منهج خاص بالأمن السبراني بحيث يعلم الطلبة شنون يكونون أمنين وقت استخدام الانترنت وشنون الطريقة الأمثل والأمن للتعامل مع الروابط التي توصلهم والتطبيقات التي يشتغلون عليها ويتم تدريس المنهج خلال فصل الدراسي القادم عن طريق الشرط المتواجدين في المدارس وأيضا عن طريق البوابة التعليمية للطلبة التي تنطبق عليهم نظام التعلم عن بعد وأيضا عندنا خطة أن هذه البرنامج تتم تعميمه على مستوى عالمي عن طريق المنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان دير واللي مقارها في الولايات المتحدة الأمريكية بداية حب أوضح أن مخاطر الانترنت في هذا الصياخ تأتي عن شكل صنفين الصنف الأول المتمثل في المخاطر الخارجية يواجهها للطفل من خلال تعرض إلى المحتوى الغير لائق أو المتنمرين أو الابتزاز الإلكتروني بكافة أشكاله والنوع الثاني من المخاطر هي المخاطر التي تنتج من سلوك الفرد أو السلوك اللواعي مثل الفصاح المفرد عن المعلومات الشخصية تتناول الدروس التوعوية مفاهيم الأمن والفضاء الانترنت والمعلومات الشخصية وتنمي القدرة لدى الطفل لاتخاذ القرارات سليمة حين يتعرض لهذه النوع من المخاطر طبعا فيما يخص الخصوصية مشاركة المعلومات والإبلاغ أو طرق الإبلاغ عن السلوكيات الخاطئة أو المحتوى الغير لائق يأتي ذلك التعاون في إطار تكثيف الجهود التي تساهم في الوقاية من مخاطر الأنظمة التكنولوجية والقنوات الإلكترونية بشتى أنواعها ومجهة الخطورة الناجمة من تعرض الأطفال للهاكرز أو مجرمي الأنترنت أو المحتويات الرقمية الضارة في منهج الأول من نوعه بما يتوافق مع العادات والقيم العربية والإسلامية المنبثقة من المجتمع البحريني الأصيل